تركيا بدأت بعملية عسكرية انتقامية على الأراضي العراقية والأراضي السورية في الساعات الأولى من فجر هذا اليوم وجاءت هذه العملية ببيان رسمي قادم من وزارة الدفاع التركية بهذه الطريقة وأطلقوا اسمها على هذه العملية وهذا الاسم هو المخلب السيف كانت هذه هي اللحظات الأولى لإعطاء الموافقة من قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لوزير دفاعه وزير الدفاع التركي خلوصي آكر وبعد ذلك وزير الدفاع التركي قاد العمليات التي جرت على العراق وجرت كذلك على سوريا بهذه الطريقة التي ترونها وهذه العملية هي تأتي ردا وانتقاما مما فعلته هذه الامرأة وهي أحلام البشير من انفجار كبير للغاية قبل سبعة أيام في الثالث عشر من نوفمبر في عمق إسطنبول وتحديدا في شارع الاستقلال الانفجار أدى إلى قتلى وجرحة وبعد القاء القبض عليها مباشرة وبسرعة كبيرة من قبل القوات التركية وجدوا وتهموا مباشرة بأن حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية الموجودة في سوريا بأنها المتهمة الأول وهي كانت خلف الدفع بهذا العنصر إلى داخل تركيا من أجل القيام بهذه الضربات وعلى هذا الأساس هم برروا هذه العمليات العسكرية على العراق وعلى سوريا بهذه الطريقة وبهذا الاسلوب حسب وزارة الدفاع التركية قالت العملية تأتي وفقا لحقوق الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة وهذه العملية ولكي نلقي نظرة على تفاصيلها كما نشرتها وزارة الدفاع التركية وكذلك كما نشرتها أيضا الوكالات الأنباء القادمة من الداخل العراقي ودعونا نركز قليلا على العراق وما جاء طبعا بالنسبة لتركيا في أغلب الضربات الجوية التي قامت بها اليوم على العراق وعلى سوريا هي استخدمت طائرات الف 16 التي انطلقت مباشرة إلى الأراضي العراقية الضربات كانت حاضرة على جبالها كورك وكانت أيضا على جبال قنديل وأيضا على برادوس التي تأتي إلى شمال سوران وكان هناك تحليقا تركيا مكثفا على جميع هذه المناطق إذا كانت سوران إذا كانت رانية إذا كانت قلعة دزة وحتى إلى شرق السليمانية في بنجوين هنا وبالتالي أنت تراحظ كيف أن تركيا كانت تحلق بهذا الشكل وبهذا الخط في ضربي طبعا عناصر حزب العمال الكردستاني كانت هناك تصريحات قادمة من إقليم الكردستان وتحديدا من جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم الكردستان أكدوا بأن القتلى وصلوا بالنسبة لهؤلاء المقاتلين الكرد تحديدا أو المقاتلين الأتراك الذين نتحدى الكرد حقيقة من وحدات إحماية الشعب الكردية أو حتى حزب العمال الكردستاني القتلى وصلوا إلى 32 عصر لكنهم لم يحددوا ما إذا كانوا أساسا من حزب العمال في الداخل العراقي أو في الداخل السوري لكن هو طبعا تصريح مثير قادم من هذا الطرف المهم للغاية أيضا إذا ما جئنا إلى سوريا من هذه الضربات أين تركزت هذه الضربات؟ طبعا مرة أخرى طائرات الـ F-16 التركية كانت حاضرة الضربات أخذت كل هذا الخط من الأراضي السورية ضربوا على سبيل المثال تلرفعت كذلك كانت الضربات عنيفة جدا قادمة على كوباني هنا وأيضا على عين عيسى كانت هناك الضربة إلى غرب القامشلي وأيضا عدد من الضربات هنا وبالتالي أنت تلاحظ مرة أخرى الضربات كانت عنيفة للغاية ضد وحدات حماية الشعب الكردية وكانت طبعا الضربات شديدة للغاية على المقرات الخاصة بهم تحديدا في الداخل السوري وهذه طبعا الضربات بحسب وزير الدفاع التركي خلوصي آكار قال بأنهم تمكنوا من تدميري ومن ضربي ومن استهدافي تسعة وثمانين هدفا إذا كانت في الداخل العراقي ضد حزب العمال الكردستاني أو ضد وحدات حماية الشعب الكردية وهذه العمليات التي نتحدث عنها هي كانت عنيفة للغاية كانت هناك العديد من الصور من هذه الضربات كالدمار الذي يأتي في سوريا كما ترون لم تكن هناك كثير من اللقطات القادمة من العراق لاحظ كيف كان الدمار هناك كثير من اللقطات والضربات ولكن أيضا كانت هناك مقاطعا قادمة من هذه الضربات مثلا هذا المقطع الليلي الذي تم تداوله على أساس أنه كان حاضرا في الداخل العراقي على عناصر حزب العمال الكردستاني وبعد ذلك طبعا وزارة الدفاع التركية نشرت هذه المقاطع لضربات قالت بأنها تمت في الداخل السوري وإذا ما حاولنا أن نأخذ عددا من العلامات قبل أن نلقي نظرة على هذه الضربات مع التذكر لأن تل رفعات كوباني وغيرها من المناطق قد ضربت في سوريا فسنلاحظ نحن أمام منطقة على ما يبدو بأنها زراعية بعدها نقطة زراعية منفصلة وأيضا سنلاحظ بأننا المناطق الزراعية هنا طبعا تأتي منفصلة واحدة بعد الأخرى وبعد ذلك نلاحظ بأننا أمام طريق وطريق آخر وهذا هو المقر الذي استهدف كما هو ملاحظ من هذه العلامة وأيضا هنا طريق طويل مع مساحة مفتوحة دعونا نلقي نظرة الآن على طبيعة الضربة التي جاءت على هذا المقر لكي نتعرف طبعا العلامات والإشارات هي للتعرف على هذه النقطة وأين ضربت بالضبط لاحظ الضربات العنيفة أيضا لقطة أخرى هنا كانت ضربة كبيرة واضحة على إحدى المباني الآن دعونا نتجه إلى هذه اللقطة من اللقطة الأخيرة من اللقطة التي شاهدناها الآن سنلاحظ بأننا أمام مثل الخزانات الموجودة هنا وهنا كما نلاحظ الإشارة تأتي على إحدى المباني وهناك مبانيا واضحة وهناك أيضا إشارة واضحة للتخطيط الخاص بهذا المبنى إذن دعونا الآن نتوجه إلى القمر الصناعي إلى سوريا لكي نرى طبيعة هذه الضربات ولكي نفهم أيضا ما هي النقاط التي ضربت في الداخل العراقي سنلاحظ إذن هنا نحن نقترب من حلب إلى شمال حلب تأتي تل رفعة التي تحدثنا عنها وتعرضت إلى هذه الضربات إلى شمال تل رفعة هناك نقطة ومقر لنقترب من هذا المقر هناك عدد من المقرات ولكن هذا المقر بالالتفاف قليلا إلى اليمين الآن سنلاحظ بأننا أمام نفس العلامات فجأة كل شيء متطابق ستلاحظ النقاط الزراعية التي تحدثنا عنها حاضرة في هذه المنطقة هذه نقطة زراعية أخرى وهذا هو المقر وكذلك هذه نقطة زراعية منفصلة عن الأخرى والطريق متطابق تماما هذا هو كله الطريق وكل شيء متطابق وبالتالي نحن أمام التأكيد أنها ضربة منعزلة مفصولة على أحدى المقرات التي يبدو بأن وحدات حماية الشعب الكردية كانت متواجدة في هذه النقطة وطبعا دعونا نذهب إلى النقطة الأخرى التي قمنا بالتأشير عليها وهذه النقطة هي تأتي في نقطة مختلفة تماما هي تأتي تقريبا إلى غرب القامش لنتجه إلى هذه المنطقة التي طبعا تأتي إلى شمال تل تمر وتل بيدر هنا تل تمر وهنا تل بيدر لنتجه إلى الشمال هي منطقة قريبة من الحدود مع تركيا وتحديدا إذا ما حاولنا أن نقترب من هذه المنطقة لاحظ أنها معزولة فعلا منطقة معزولة ليس هناك أي نقاط مدنية قريبة منها واضح أن بنك الأهداف كان كبيرا في توجيه هذه الضربات بالتالي إذا ما توقفنا هنا سنلاحظ بأننا أمام نفس الخزانات وهذا هو المبنى الذي كان الهدف الأساسي بالنسبة إليهم هذا مبنى آخر وهذا هو التخطيط الخاص بكل شيء متطابقة مع الصور التي ظهرت من وزارة الدفاع التركية طبعا وهي ضربات فعلا كانت عنيفة وليست بالسهلة أبدا هذه العمليات التي نراها الآن هي تأتي على ما يبدو كفرصة بالنسبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان عملية المخلب السيف من أجل تحقيق مسألة مهمة قد لم يحقق منها شيئا في حقيقة الأمر هي هذه الخارطة التي نشرها وقال بأنه يريد أن يحقق منطقة آمنة أو منطقة معزولة تتقدم القوات التركية على مسافة ما يقارب العشرين إلى ثلاثين كيلو مترا إلى هذه المناطق لإغلاقها على وحدات حماية الشعب الكردية أو حتى قوات سوريا الديمقراطية من استغلال أو استخدام الأراضي السورية في التقدم أو في القيام بعمليات على الداخل التركي واضح جدا بأنه أمام فرصة لتحقيق نتيجة خاصة وأن بلومبرغ كانت قد لاحظت بأن التوقيت مهم لرجب طيب أردوغان لأن السنة القادمة هناك انتخابات وهذا ما قالته بلومبرغ قد يعزز الهجوم الدعم المحلي الضعيف للرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبل انتخابات العام المقبل الانتخابات العام المقبل الانتخابات الرئاسية التركية ستكون في يونيو من عام 2023 وبالتالي يستطيع انهاء هذه المهمة بدون أي مشاكل العمليات التي تأتي على الداخل العراقي من قبل تركيا على حزب العمال الكردستاني وأيضا العمليات التركية التي تأتي في سوريا هي تأتي بعد تحذيرات كانت حاضرة الجمعة الماضية من قبل القنصلية الأمريكية في أربيل التي قالت تراقب القنصلية الأمريكية العامة في أربيل تقارير موثوقة ومفتوحة المصدر عن عمل عسكري تركي محتمل في شمال سوريا وشمال العراق في الأيام المقبلة وفعلا لم يكذبوا خبرا في أقل من 48 ساعة ها نحن أمام عملية عسكرية جديدة قد تستمر إلى أيام وهذه طبعا تشكل مشكلة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية للعديد من الأسباب الولايات المتحدة الأمريكية أولا هذه العملية هي تأتي ضغطة على الأطراف التي تساندها طبعا الولايات المتحدة وهي قوات سوريا الديمقراطية بالتالي تركيا أن تتقدم وأن تضغط على هذه الأطراف هي تقليل للنفوذ ونوعا ما ورقة تعتمد عليها الولايات المتحدة الأمريكية في شرق نهر الفرات في سوريا وكذلك العملية التي تأتي من قبل تركيا على الداخل العراقي تحديدا هي عملية قد تكون الأكثر أحراجا على الولايات المتحدة الأمريكية لأن هناك عمليات من قبل إيران تجاه الأطراف الإيرانية المعارضة الموجودة في إقليم كردستان وطبعا إيران تقول أن هذه الأطراف تتدخل في التظاهرات الداخلية تعبر أو تمرر السلاح عبر الحدود العراقية وعلى هذا الأساس هم يقومون بعمليات عسكرية كثيرة بالتالي أنت لديك تركيا لديك إيران إقليم كردستان يبدو منطقة مرتبكة تماما على الشركات للعمل في الغاز الطبيعي وفي الطاقة وهنا يأتي الإرباك للولايات المتحدة الأمريكية في شركاتها وعملها في مجال الغاز الطبيعي خاصة وأن الكونغرس الأمريكي تحرك منذ أغسطس الماضي كثيرا تجاه العراق تجاه بغداد تجاه أربيل من أجل إعادة ترتيب الأوضاع وأن تهدأ المنطقة ولكن المنطقة لا تعرف طريقا للهدوء خاصة وأن إيران قد كشفت تفاصيل خطيرة جدا عن زيارة تمت من قبل هذا الرجل وهو قائد فيلق القدس الإيراني إسماعي القآن الأسوشيتيت برس كانت قد تحدثت مع العربية الجديد عن أن هذا الرجل كان الأسبوع الماضي من مساء الاثنين تحديدا قد وصل إلى بغداد وأكدت بأنه التقى برئيس الوزراء العراقي برئيس الجمهورية العراقي بعدد من قادة الإطار التنسيقي وأيضا التقى بعدد من قيادات الفصائل المسلحة بحسب التفاصيل التي نشرت من المصدرين إذا كانت الأسوشيتيت برس أو حتى العربية جديد الآن الأسوشيتيت برس ما كشفته في حقيقة الأمر بأن إسماعيل قآني كان واضحا في مسألة ملف هذه الأطراف المعارضة وقال إن لم تفعل شيئا إن لم تفعل شيئا يتوى الحكومة العراقية فإننا سنتدخل بريا لنزع السلاح من هذه الأطراف المشكلة أيضا أن هناك عدد من المسؤولين العراقين صرحوا للأسوشيتيت برس كانوا قد وضحوا أن هذه الأطراف ليس هناك أدلة أو دلاء الحقيقية على أن هذه الأطراف تمرر السلاح فعلا للمتظاهرين للتظاهرات المشتعلة في الداخل الإيراني ضد النظام الإيراني لا أدلة أبدا وبالتالي الحكومة العراقية في موقف صعب في هذه المسألة تحديدا وفي كيفية حلها وفي كيفية تفادي التقدم البري الإيراني أما العربية الجديد كانت قد تحدثت بأن أحد الملفات التي تحدث بها سماعيل قاني مع القيادات العراقية عند وصوله إلى بغداد هي مسألة التواجد الأمريكي وبأن التواجد الأمريكي هو تهديد للأمن القومي الإيراني بحسب طبعا ما نشر من قبل هذه الصحيفة وبالتالي الولايات المتحدة أمام الضغط لقوات سوريا الديمقراطية في سوريا من قبل تركيا الشركات غير قادرة على العمل على مستوى الطاقة هناك أزمة طاقة كبيرة جدا مع روسيا وبسبب الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة بلا توقف رهما كل الضغوط على أوكرانيا من أجل التفاوض لإنهاء هذه الحرب والآن هناك الضغط حتى على تواجد مستشارية التحالف الدولي من أجل أن تكون هناك مغادرة للمنطقة وبالتالي إذا ما ذهبنا العربية جديد لنلقي نظرة على هذا التفصيل الذي نشر الثلاثاء الماضي بعد هذه الزيارة أكد العربية جديد الآتي من مصادره الخاصة قآني ناقش مع أطراف عراقية ملف الوجود الأمريكي في العراق على اعتباره تهديدا للأمن القومي الإيراني بحسب المصادر أما بالنسبة للأطراف المعارضة الإيرانية الموجودة في إقليم كردستان نشرت الأسوشيتد بريس التهديد الآتي القادم من قآني للعراق الجنرال إسماعيل قآني هدد خلال زيارته الأثنين الماضي لبغداد بأن بلاده ستشن عملية عسكرية برية شمال البلاد في حال لم تقم القوات العراقية بتعزيز أمن الحدود البرية واتخاذا لازم ضد الجماعات الكردية المعارضة تاري هذه ظروف صعبة للغاية ولكن ما الذي فعلته الحكومة العراقية هل فعلت شيئا من أجل منع التقدم البرية الإيراني الذي نتحدث عنه الآن بحسب نيويورك تايمز اليوم أكدت أن الحكومة العراقية بدأت بالضغط على هذه الأطراف المعارضة الموجودة في إقليم كردستان طبعا المعارضة للنظام الإيراني من أجل نزع سلاحها لتفادي العملية العسكرية القادمة الإيرانية على داخل إقليم كردستان وقالت الآتي تواجه الجماعات المسلحة التي تدربت في إقليم كردستان منذ عقود هجمات من إيران وضغوطا من الحكومة العراقية للتخلي عن أسلحتها ففعلا العراق في موقف صعب أسئلة تطرح كيف للعراق أن يتفادى هذه السيناريوهات الصعبة وهل هو فعلا قادر على تفادي هذه السيناريوهات اشتركوا في القناة